اهلا بكم دعونا نكمل المحاضرة الثالثة بالمحاضرات الكمبيوتر سيستم كل المحاضرتين اللي فاتوا اتكلمنا عن الهارد وير والسوفت وير والنهاردة بإذن الله نبتدي بالمكون التابت للمكونات الكمبيوتر سيستم اللي هو الفيرم وير الفيرم وير هو سوفت وير موجود على هارد وير بمعنى ان فيه تشيب او اي سي او مكون موجود على المكونات الموجودة داخل اجيزة الكمبيوتر المختلفة واللي بيسمى البالوس البالوس دوت موجود جواه سوفت وير هو اللي بيتحكم في عملية التحميل الخاصة بالجهاز وكمان هو اللي بيخزن بعض المعلومات جواه زي الباسورد الخاصة بالماظر بورد نفسها وزي الساعة الخاصة بجهاز الكمبيوتر وعلشان كده بيسموا ساعة البيوتر الروم لان المعلومات اللي متخزنة في البيوتر ما تتشالشي ومجرد ما نطفي الجهاز او نفصل البور عن جهاز الكمبيوتر يبقى اللي يمثل لنا الفيرم وير داخل الكمبيوتر سيستم هو البيوتر او الروم دلوقتي هنتكلم على اهم مكونات الهاردوير وهنشرحها بالتفصيل كان ضمن المكونات الاساسية الموجودة في الهاردوير كان البروستيسور و الامبوت او الديفايسيس كالمختلفة و الامبوت و الامبوت ديفايسيس الامبوت ديفايسيس والامبوت ديفايسيس والبروستيسور كلهم بيكونوا متوصلين او متركبين على ما يسمى اللوح الامب او الماثر بورد الماثر بورد واحيانا بيسموها السيستم بورد هي اللوحة الاساسية اللي بيكون موجود عليها البروستيسور و المتوصل بيها الامبوت ديفايسيس والاوبوت ديفايسيس و كمال متوصل عليها او راكب عليها الاساسيستم بانواحها المختلفة الشهر اللي قدامنا دوت هو مثال للماثر بورد الماثر بورد زي ما حضراتكم شايفين موجودة عليها الاتشيب دي وهي دي البروستيسور او السي بيو الاتشيب دي او الاي تي دوت ده المعالج المركزي اللي بيقوم بجميع العمليات الحسابية والمنطقية جوه جهاز الكمبيوتر ايا كان نوعه ايه و زي ما اتفقنا قبل كده ان اهم شركات او اسهر شركات اللي بتعمل بورد زي هي انتل و اني دي و زي ما حضراتكم شايفين هنا فيه هنا مزموعة من المواصلات الكونكتور بلا ان ملاهاش تنون خارج منها فده مش بيسموه بين جريد الري لا ده بيسموه لانج جريد الري لان فيش بين خارجه من الكونكتور زي دي ده البروستيسور اللي بيكون موجود على الماثر بورد البروستيسور من اهم الاجزاء اللي بتسخن بسرعة جدا نتيجة عملها علشان كده لازم يكون فيه مروحة تكون موجودة فوق البروستيسور لتبريده في صفة مستمرة اثناء تزغيله و ده مثال للفانز المراوح اللي بيكون موجودة فوق البروستيسور وبتشتغل لما نعمل باور اول للجهاز عشان تبرد البروستيسور بصورة مستمرة و الا ممكن البروستيسور يتحرق مننا و يبوض لو ما كانش فيه تبريد مستمري له كده بنركب البروستيسور جوه الماثر بورد بتاعاتنا و بيتأثر عليه و بيركب فوقه المروحة اللي بتبرده و بيتم توصيل المروحة عن طريق كابل باور زي دوت بالماثر بورد عشان تغذيها دي الباور وبالتالي تدور فتبرد البروستيسور المروحة متركلة على الجزء المعدني ده اللي بيسموه الهيد سينك والهيد سينك زي ما نسايفين حجمية كبير على سان مساحة السفحة التاعها الكوليس الأكبير بالتالي يبقى كمينة الهيد الجيسي باتد منها او التنتثر من خلالها تبقى كبيرة فتساعة تساديس البروستيسور بصورة أكبر وهنلاحظ برضو مع بعض ان فيه جزء معدني تاني موجود هنهوت جنب البروستيسور وده برضو هيد سينك بس من غير مروحة فوقه يعني معنى وجود الهيد سينك دوت ان الجزء اللي تحتيه بيسخن على سان كده محتاجين نبرده عن طريق وضع هيد سينك فوقه معدنية ولو بيدخن بسرعة او بصورة كبيرة بنفط فوق الهيد سينك فان على سان أثناء دورانها تبردنا الهيد سينك الجزء الموجود تحت الهيد سينك دي بيسموه نورس بريدج النورس بريدج هي الانترفيس او الوجهة اللي مبيني البروستيسور وبين بعض من الانبوت والاوبوت ديفايس على سبيل المثال النورس بريدج هي الانترفيس اللي مبيني الميموري اللي متسمى بالرام وبين البروستيسور من ضمن اهم الاجزاء الموجودة برضو عدى المنظر بورد الجزء اللي سايفينه قدام حضراتكم دوت اللي هو الرامات هي دي الرام او الرامات مكتوب عليها الساعة الخاصة بها والشركة المصنعة يعني على سبيل المثال الرامات اللي في ايزانها دلوقتي الساعة بتاعتها 1 جيجا بايت دي الساعة الخاصة بالرامات بتركب في مكان هنا على الماظر بورد اللي بيسمى الميموري سلوت الميموري سلوت هو المكان اللي بيركب فيه الميموري وعن طريق التوكليرس الموجودين في طرافين سلوت منقدر نطلع الميموري علشان نستبدلها او نعمل اف جريد بيها او نريارها لو هي فيها مشكلة ده بخصوص للسلوت بتاع الميموري نرجع ونقول ان الماظر بورد اللوحة الأم هي اللي موجودة عليها الميموري سلوت البروستسر والإمبوت والأعبوت انترفاتر الأماكن اللي هيتوصل بيها الإمبوت او الأعبوت بلاط الى اجزاء تانية من السلوت واللي هنتكلم فيها في حانها باذن الله موجود برضو على الماظر بورد بتاعتنا الاكسبانسل سلوت سرية الاكسبانسل سلوت دي بيتم تركيب فيها كروت خارجية زي كروت للشبكة او زي كروت الشاشة او كروت السلوت او كروت المودل كل كارت من الكروت اللي ذكرتها بيعمل فانكشن محددة على سبيل المثال كارت السبكة لو هيركب في الاكسبانسل سلوت دوت فمعنا كده ان هو الانترفيس الكارت دوت هو الانترفيس اللي ما بين كابل الشبكة اللي هيركب بشرفة الكمبيوتر الخارجية وما بين الماظر بورد باللي عليه ده لو ركبنا في الاكسبانسل سلوت ناتورك انترفيس كارت طب لو عايزين نوصل شاشة كمبيوتر التانية على الماظر بورد التي عاشنا ممكن نوصل كارت شاشة جديد في احد الانترفيس الدولة على حسب نوع الكارت بحيث يبقى الكارت اللي هيكب في الاكسبانسل سلوت ده او ده هو الانترفيس اللي بين الشاشة وبين الماظر بورد بالمحتويات زائد مزموعة من الانبوت والاوبوت الموجودة على احد جانبي الماظر بورد وعلى سبيل المثال عندنا الاماكن دي هي اللي بينكب فيها المايك او السبيكر ايه بتكلمنا قبل كده عليهم وقلنا ان لو هو مايك يبدأ يبقى من الانبوت ديفايس في جهاز الكمبيوتر ولو هي سبيكر يبقى من الانبوت ديفايس الخاصة بجهاز الكمبيوتر فالانترفيس ديت هي اللي بينكب فيها السماعات الخارجية او المايك الخارجي اللي هنتخدمه بتسجيل او تغزين صوت ما على جهاز الكمبيوتر الانترفيس دي اللي جنب الجهاز او البنز بتاعت الصوت اللي هي الـ USB او الناتورك انترفيس الناتورك انترفيس دوت بالشكل ده علشان يركب فيه كوابل الشبكة او الناتورك كابل اللي اسمها تويتت بير كابل بحيث ان بيركب تويتت بير كابل في المكان ده هوت وبيخرج الكابل يركب بعد كده على سويتش اللي بيوصل اجهاز الكمبيوتر لبعضها او حتى راوتر اللي بيوصل شبكات الكمبيوتر لبعضها ده الناتورك انترفيس اما المكانين اللي دحتهم دو الـ USB انترفيس Universal Serial Bus الـ USB انترفيس بتستخدم علشان توصيل External Devices او External Storage على الماثر بورد من خلاله على سبيل المثال لو عايزين نوصل Flash Memory اللي بيسموها Memory Stack الميموري ستك بتركب في احد النخارج دول او الانترفيس دي بتاع الـ USB لو عايزين نوصل برينتر دلوقتي معظم البرينتر بتتوصل على طول عدد USB انترفيس لو عايزين نوصل كاميرا معظم الكامد الواتي بتتوصل على الـ USB انترفيس وهنلاقي جانبه برضو في اتنين USB انترفيس يعني انا بصفة عامة عندنا في الماثر بورد في اربع انترفيس نوعهم USB انترفيس نيجي بعد كده على الانترفيس اللي بعدهم اللي باللون الازرق الانترفيس هوت في 15 فتح البنز هنلاقي فيه 15 فتحة نهودين في الانترفيس البن دوت او المكان ده هو المكان اللي بركب فيه كابل الشاشة اللي هيتوصل بالمونيتور او بالشاشة اللي تصبر من انواع الـ USB ويسمو الانترفيس دوت فيجا انترفيس فيجا انترفيس اما الانترفيس اللي بعده اللي فيه 9 بنز دوت بيسموه سيريال انترفيس والسيريال انترفيس بديتقدر متوصيل بعض الاجهزة الخارجية بجهاز الكمبيوتر زي الـ أو مجموعة من الـ أو الـ الـ بقلنا كمان الـ الاتنين انترفيس دول ودول خاصين بالكيبورد والماث اللي بيعتبروا من وحدات الادخال اللي بيدخل بيانات لاجهزة الكمبيوتر واخر انترفيس دينا اكبرهم في الحجمة دوت بيسموه برالل انترفيس برالل انترفيس البرالل انترفيس دوت بيستخدم لتوصيل بعض انواع البرينتز على الماثر بورد من خلال يماثل الانترفيس دوت فده يسموه برالل انترفيس بيستخدم توصيل بعض انواع البرينتز بكده يبقى تكلمنا على اهم المكونات والانترفيس الموجودة على الماثر بورد وشكرا لحضراتكم وشوفكم بإذن الله في المحاضرة القادمة شكرا